بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين لو الحساب جاء عقب الفعل يبتغل اختيار كله أما أنت ممكن تعصي الله بغش البضاعة أو برفع سعره رفع غير طبيعي أو بالاحتكار ما عنا بس الله يعلم بمهلك وبتربح رباح طائلة بعدين بيجي العقاب لو جاء العقاب وعقب الخطأ ألغي الاختيار هناك أمد يطول أو يقصر يأتي الرد الإلهي بعد المعصية وقد تأتي المكافأة بعد الطاعة المسافة التي تفصل بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها تؤكد اختيار الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر